معي عبر سكايب من دمشق السيد غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي السوري أهلا مساء الخير أستاذ غسان مساء الخير أهلا وسهلا يعني أطلعنا على مستجدات الوضع على الأرض في الفرات وفي هذه المنطقة التي يحاول أردغان اختطافها من الأراضي السورية بداية أخي نشهد تحياتي لك ولقناتكم الكريمة وللمستمعين المشاهدين الأعزاء يعني أنا بحييك على الروح الوطنية والقومية والعربية التي اتكلمت فيها عن سوريا وبتعرف سوريا كانت هي ومصر دولة واحدة ونحن جزء من الأمة العربية اليوم لاحظ بالجيش اللي قلت أنت أنه الجيش الأول نعم الحمد لله ونفخر بأن نكون الجيش الأول وأن يكون الجيش المصري أيضا الجيش الثاني لبلد واحد الجيش العربي السوري الجيش الأول اليوم يعني حارب على كل الأصعدة حارب المجموعات التكفيرية الداعشية التي هي الآن موجودة في سيناء وموجودة في ليبيا وموجودة في كل الأماكن تعرف بأن هذا كان قام بجلب هذه المجموعات من جميع أنحاء العالم يعني تصور اليوم يتكلمون عن جيش حر أي جيش حر أخي نشأت يعني أين هو الجيش الحر تعرف من هو موجود في أدلب في أدلب المجموعات الشيشانية والتركستانية التي أتت من الصين ومن الأوزبك ومن آسيا الوسطى إلى ما هناك ولا تختلف يعني هذه عن الدواعش المسخرة يعني أنت سمع ترامب يقول لي أردوكان بأن أردوكان هو من سيحارب داعش نقطة العصر يعني يتصور أن أردوكان اللي جاء بالدواعش وشزاز الآفاق والأرهابين من جميع أنحاء العالم وجمعهم بأدلب وبدير الزور وما بعرف وين بالحسكي هلأ بدأجي حاربون الشيء الفضيع فعلا أن تسمع هذا الكلام أيضا أن يقول له سوريا لك افعل بها ما تشاء أو يعني هو يريد أن يخلط الأوراق ترامب يريد أن يخلط الأوراق وكأنه ليس هناك سوريا وكأنه ليس هناك روسيا وكأنه ليس هناك أصدقاء لسوريا وقفوا معها كإيران ولذلك لاحظ يعني اليوم ما حدث بأن التركي لم يقدم على خطوة دون أن يأخذ إذن من الروسيا أو على الأقل أن يعلم الروسيا لماذا؟ لأنه يعرف بأن روسيا له بالمرصاد وهي تقف إلى جانب الجيش العربي السوري وهي وقفت وحررت الكثير من المناطق أنا أقول لك بأن التركي اليوم هو أطماع نعم وكل منطقة يدخل لها التركي يعني هو يحاول أن لا يخرج منها لاحظ مثلا عندما دخل إلى قبرص حتى لا لم يخرج بتركي دخل إلى العراق في بعشيقة لم يخرج أيضا هو دخل إلى مناطق في سوريا شمال حلب يعني الباب عندك جرابلوس إعزاز غيرها من المناطق عفرين أخيرا يعني وكانت تأتيشت خطأ من أخوتنا الأكراد الذين لم ينسقوا مع الدولة السورية ولديك إدليب اليوم هو يحاول أن يستولي على المزيد من الأراضي بحجة وجود حزب الاتحاد الديموقراطي يبدو أن السكايب ضعيف لكن عموما يعني الصورة الصورة أهلا بك أخ غسان مرة أخرى طيب أنا يا أستاذ غسان خليني أسألك سمعني خليك أسألك على ما يجري على الأرض الآن يعني هناك تهركات تركية في المناطق الحدودية الموجودة على الحدود السورية التركية وهناك عملية تجييش وعملية نقل دبابات ونقل أسلحة يعني كيف تنظر وتستشري في المستقبل القريب ماذا يمكن أن يفعل أردوغان الآن وما هي سبل المواجهة لأنه زي ما تفضلت أي أرض بيدخلها التركي لن يخرج منها أخي نشأت يعني نحن نعرف بأنه يعني يحشد الكثير من القوات يحشد يعني لكن كانت ضربة الروسية السورية الاستباقية بالاستلاء على محيط منبيج ورفع العلم السوري والاتفاق مع وحدات حماية الشعب أدت إلى أن لا يستطيع أردوغان أن يدخل إلى أرض فيها جيش سوري مطعم بجيش روسي كيف سيدخل؟ هل سيصطدم مع الجيش السوري وبالتالي مع روسيا؟ لذلك هو ذهب إلى روسيا ذهب إلى روسيا ليقول لهم يعني أنا أريد أضرب لأضرب الحزب العمال الكردستاني هذا الحزب الإرهابي الذي يقاتلني في تركيا هو اليوم في سوريا لكن أنا أعتقد بأن روسيا قالت له عندما يدخل الجيش السوري إلى أي منطقة لا يحق لك الدخول وأن مشكلة حزب العمال الكردستاني ستحل في حال هناك انتظر إذا قبل حزب الاتحاد الديمقراطي أو ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية بدخول الجيش السوري إلى هذه المناطق سنجنب سوريا كارثة جديدة واحتلال جديد عندما حاول الجيش السوري أن يدخل إلى عفرين بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية قال قادة قوات سوريا الديمقراطية وأذكر الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم قال أن الجيش السوري والجيش التركي سواء وتعرف لماذا قال هذا الكلام كان يستقوي بالأمريكي ويعتقد بأن الأمريكي سيذهب عنه اليوم ذهب الأمريكي لن يبقى أمام محددة حماية الشعب الكردية أو ما يسمى سواء الدولة السورية ولذلك أعتقد أن الأمور أصلاح أبسط انكشف الغطاء أمامهم خياراً إما أن يأتوا إلى الدولة السورية ويطالبوا بمطالبهم ضمن اتفاقات وحوارات ما بين الدولة السورية ومجلس السورية الديمقراطية طبعاً مع انضمام وحدات حماية الشعب إلى الجيش السوري ورفع العلام السوري في جميع المناطق أو عدم الاتفاق مع الدولة السورية وبالتالي سيدخل أردوكان ويفعل كما فعل في عفرين تعرف أن الجيش السوري لا يستطيع أن يدخل إلى منطقة إذا لم يكن هناك دعم للجيش في هذه المنطقة وأيضاً لا يمكن أن يكون الجيش كما يقال وحدات حماية الشعب من ورائه والجيش التركي من أمامه ويضع نفسه بين خطي نار لذلك إذا نجحت هذه المفاوضات بمساعي روسية أنا أقول لك بأن أردوكان لن يدخل سوريا أنا أشكرك جداً سيدس غسان يوسف الكاتب الصحفي من دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر